أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وسفيه وخلله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه اللهم فصلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسحابته الكرام ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أيها المؤمنون بالله ورسوله اتقوا الله وادعوه واهذروا عن مخالفة أمره وعسيانه فإن أجسادكم على النار لا تقوى أيها المؤمنون بالله ورسوله ما زلنا في الحديث ما زلنا نقتضف ثمارًا ذهبيةً يانعة من الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده لقد ذكرنا أن المصدفى صلى الله وسلم وبارك عليه قال في هذا الحديث العظيم خمس خسالٍ أعضيت أمتي في رمضان خمس خسالٍ لم تعطها أمةٌ من الأمم ولقد ذكرنا الخلوف العظيم الذي ذكرنا من شأنه ما رواه الإمام الطبراني والإمام الترمدي في سننه والخسلة الثانية التي يكرم الله بها عباده الصائمين أن الله سبحانه وتعالى يزين لهم جنته كل يوم من أيام ربطان ترغيبًا للسائمين ترغيبًا للطائعين ترغيبًا للمشتاقين إلى ردوان الله جل في علاه وَمَا أَدْرَاكَ مَا هَذِهِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا أَدْرَاكَ مَا هَذِهِ الْجَنَّةِ التي يُعِدُّهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ الصَّائِمِينَ المُشتاقين إلى ردوان الله جل في علاه هي التي يقول رب العزة عنها وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنةٍ عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيذ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هي التي يقول عنها الله في شأنها في الحديث القدسي أعددتُ لعباري الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خضر على قلب بشر هي التي يقول عنها المُصدفى صلى الله وسلم وبارك عليه لو أنَّ امرأةً من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ريحا لأضاءت 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 ما بينهما لأملأت ما بينهما ريحا هي التي يقول عنها المُصدفى صلى الله وسلم وبارك عليه ولقاب قوس أحدكم من الجنة هي التي يقول عنها المُصدفى صلى الله وسلم وبارك عليه في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه لقاب قوس أحدكم من الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها خمارٌ نساء أهل الجنة خمارٌ نساء أهل الجنة خمارُ نساء أهل الجنة وَلَا نَّسِيفُهَا عَلَى رَأِسِهَا خَيْرٌ من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا هذه هي اللَّتي أعدَّهَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ السَّالِحِينَ والخسلة الثالثة التي يكرمها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين السائمين أن الملائكة أي ملائكة الرحمن تستغفر للسائمين حتى يفضروا أي نعيم يا عبد الله أي مكانة أي منزلة أعظم وأشرف وأجل وخير من أن تستغفر لك ملائكة الرحمن أي نعيم خير أي مكانة أعظم من أن تستغفر لك ملائكة الرحمن والخسلة الرابعة التي يكرمها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين أن الله سبحانه وتعالى يغفر في آخر ليلة من رمضان لكل من تقبل الله صيامهم المغفر والردوان من الله أيها المؤمنون بالله ورسوله هذه هي الخسال التي يكرمها الله سبحانه وتعالى ويعطيها لعباده الصالحين أيها المؤمنون بالله ورسوله هذه الفضائل العظيمة والمناقب المنيفة التي ذكرناها في خطبتنا السابقة لا تكون إلا لمن حفظ صيامه لا تكون إلا لمن حفظ صيامه عن اللغو والرفث والغيبة والكذب والخيانة والغش والعسبية البغيدة الممقوطة أما من لم يحفظ صيامه ويضيع صيامه فإنه لا يستفيد من صيامه إلا الجوع والعدش فقط ضيع نفسه ضيع مستقبله ضيع دنياه ضيع آخرته يقول المُصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ويروي الإمام بن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه سعد المنبر فارتقى الدرجة الأولى فقال آمين ثم سعد المنبر فارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين فقال صلى الله وسلم وبارك عليه عرض لي جبريل فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله أي أبعده الله في النار أعادن الله منها أبعده الله في النار ثبت هذا الحديث الصحيح في رواية ابن حبان في صحيحه أيها المؤمنون بالله ورسوله لقد أدبر شهر رمضان لقد انقضى أعظمه وأجله ولم يبقى منه إلا القليل فلنجتهد في هذا القليل الباقي فمن كان محسنا فمن كان محسنا في الأيام الفائتة فليحمد الله سبحانه وتعالى على توفيضه وامتنانه ومن كان مقصرا في الأيام الفائتة السابقة فليجدد جهوده وليعاهد الله سبحانه وتعالى على فتح صفحة بيضاء في هذه العشر الأواخر من رمضان لأنه ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر الأواخر من رمضان شد مئزاره وأحيا ليله وأيقذ أهله ولنجتهد في هذا العشر الأواخر من رمضان في طلب ليلة القدر التي هي جوهرة شهر رمضان التي هي مخ شهر رمضان التي هي تاج شهر رمضان نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذه الليلة المباركة اللهم وفقنا للليلة القدر وسيامها وقيامها برحمتك يا أرحم الراحمين أيها المؤمنون بالله ورسوله سلوا على النبي المصدفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى ساحب الحوض والشفاعة الكبرى نبينا محمد لقوله تعالى إن الله وملائكته يسلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم فصلِّ وصلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسحابته الكرام ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وارضى اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكرٍ وعمرٍ وعثمانٍ وعلي وعن بغية السحابة ردوان الله تعالى عليه مجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ألا حياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرجته ولا مريدًا إلا عافيته ولا مكروبًا إلا فرجت عنه كربته ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلا غضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب ويا سامع الأسوات ويا قادي الحاجات أسلح أمورنا وأمور المسلمين أسلح أمورنا وأمور المسلمين وكشف كروبنا وكروب المسلمين واغضي حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم إنا نسألك إيمانًا لا يرتد ونعيمًا لا ينفد وغرة عين لا تنقضع ولدت النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبيك محمدٍ صلى الله وسلم وبارك عليه في الجنة اللهم لا تحرمنا فضل هذه الليالي المباركة اللهم لا تحرمنا فضل هذه الليالي المباركة اللهم لا تحرمنا هدايتها اللهم لا تحرمنا أنوارها اللهم لا تحرمنا عتقها اللهم لا تحرمنا عتقها اللهم لا تحرمنا نفحاتها ورحماتها اللهم اجعلنا من عبادك السالحين الآمنين المستبشرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحسنون اللهم اجعلنا من العتقاء في ليالي رمضان اللهم اجعلنا من العتقاء في رمضان اليرمان اللهم اجعلنا من العتقاء في ليالي رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا محوّل الأحوال أحوّل حال السومال إلى أحسن الأحوال اللهم يا محوّل الأحوال حوّل حال السومال إلى أحسن الأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبهم واصل إحداث بينهم واجمع كلمتهم وصفوفهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انظر إلى السومال نظر الرحمة اللهم انظر إلى السومال نظر الرحمة اللهم إنا نشكو إليك ما لا يكشفه غيرك اللهم إنه حل بالعباد من الجوع والضنك والفتن الظاهرة والباضنة ما لا يكشفه غيرك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم غتضررت العباد والبلاد اللهم غتضررت العباد والبلاد وضال علينا البلاء فاكشف عنا يا الله اللهم فرِّج عنا فرجًا عاجلا اللهم فرِّج عنا فرجًا عاجلا لا آجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في اليمن وانصر إخواننا في ليبيا وانصر إخواننا في فلسدين وانصر إخواننا في عراق وانصر إخواننا كلهم في بلاد بحر والبحر يا رب العالمين وانصر جميع أمة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين